المتحدث الرسمي للمؤسس العامة للرعاية السكنية الكويتية المهندس إبراهيم الناشي أكد اليوم أن عدد المتقدمين للتخصيص على قسائم خيطان الجنوبية بلغ 829 طلبا حتى يوم الخميس الماضي وأضاف الناشي أن جميع الطلبات تخضعوا للبحث والدراسة ومطابقة المستندات نافيا صحت ما تم تدوله أخيرا بشأن الاعداد الملغا في معاملات التخصيص على قسائم خيطان الجنوبية وأكد أنها أنباء عارية من الصحة تماما